قال الكلام المهم نقلا عن مهندس بالسكة حديد بيقول لك سيبكم من اي هبد عفوا الكلام لمن يفهمونا فقط اتباع الفاشل بلاش يعلق كفاءة القرف اللي احنا فيه ربنا يرحم اللي ماتوا ويشفي المصابين فرامل القطار بيقول ده حك تقوى على القصة بتاعت سواي القطار اللي نزل عشان يتخانق وساب القطر يدخل المحطة بسرقته ومن فجر ده مستحيل يحصل ليه؟ ركز بقى معايا ومع الكلام المكتوب على الشاشة لانه ده كلام مهم جدا بس المخرج مش واخد ده ايه بقى الكلام المهم جدا القطر بيشتغل في القطر بالفرامل يعني ايه؟ يعني القطر في القطر انه بيطلع والفرامل مكلبشة العجلات بتاع كل العربيات طول الوقت مش القطر انه بيدور بنزين ويطلع ركز معايا برضو مش مركز طول الوقت الاصل ان السواء بيعمل ايه؟ بيدوس على الدواسة اللي بيدوس عليها ترفع ترفع الفرامل يعني بيشير كأنه بيشير رجله ملع على الفرامل في القطر ايه؟ ايه ازاي بقى؟ لانه بمجرد ما محرك القطر بيدور بيشتغل كباس هوا او كومبريسور بيجبس الهوا في خزان ضغط لحد ضغط 140 درجة بي اس اي اي وده ضغط عالي جدا بيوصل لخزان الفرامل اللي جواه بستم الفرامل والضغط بيجبس على البستم اللي قدام فيضغط على لقم الفرامل اللي بتكلبش كل العجل يبقى مجرد ما الراجل بيدوس على الزراج كده الفرامل المكابح بتمسك الايه؟ العجل بيعمل ايه بقى؟ القطر بيتحرك ازاي؟ بيتسائل خزان الفرامل المتصل بيه خط هوا بضغط عالي بس بيزق البست من الخلف فبيبعد الفرامل احنا بندوس للامام في العربيات ده بيقوم زائق الفرامل اللي ايه؟ لورا فيخف الضغط على ايه؟ على المكابح اللي ايه الفرامل فيهوم القطر ايه؟ يمشي ازا الفرامل زي ما بيقول صاحبنا مفرمجة طول الوقت عشان القطر يمشي لازم يكون فيه سواء يدوس عشان يكبس هوا عكسي فالهوا العكسي تخف شوية وبالتالي القطر ايه؟ يمشي يعني مش ممكن القطر يتحرك لو السواء نزل يتخانق او يقمع عليه او مات هو معمول اصلا للسبب ده يعني القطر معمول تصميمه انه طابل انا شاهدوا على ذلك بقى القطرة اللي كانت بتمشي من شبعة لرامسيس او من رامسيس لشبرة الخيمة تمام كنا ملاقي الراجل داخل عشاربين ونزل السواء من القطر ونزل السواء منين؟ ايه عم ده؟ دخل على الورشة القطر ما مشيش انا شايف السواء وكلنا نزلنا من القطر القطر ما بيمشيش عشان الراجل مش ولا الراجل افر القطر وانا ممكن اقولك انه نزل من القطر ده حقيقة اذا نظرية انه الفرامل والقطر بايز كلام هبتغل انه صح المسافة بتاعت الشربيين زي ما قال له ساذ عزوز السليم عزوز اتنين كيلو وشوية للمحطة حتى السواء قال كده المسافة دي مش منحدرة يعني ما قال لفرامل بايزة خلي بالك طب او كانت الفرامل بايزة والراجل بيتحرك شايف المفروض يحصل استضام جاب مع القطر التاني اللي هو قال عليه ما حصلش استضام جاب فهل القطر التاني وقع كسر عصرش وقع كسر يبقى معنى كده انه الراجل دا كان طالع بسرعة مع البداية كان حطة من ايه القطر التاني القصة مختلفة تماما لانه القطر عشان يمشي اتنين كيلو ونص بالصورة الهائلة اللي احنا شوفناها دي اللي اتجاوز ستين سبعين ثمانين كيلو والخبطة والرجل لعصر دي دي معناها ان فيه حاجة اتشالت منه حاجة ايه او حاب يحطوا حاجة بتاع بقى ويقولك ايه ارهاب وعملية ارهابية ما فيش حل غير كده انما الرواية الاولية اللي هي ايه انه تفكد منه اشياء وتم الدفع به ايه بقوة عشان دي انا بقول ده احتمال لانه مش معقول حسب كلام المهندس بتاع الساك الحديد انه ده انا بتمنى شهادة الدكتور اسامة اسامة ايه اساز النقل في 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 جامعة عن شامس اظن اسمه اسامة ايه ايه اتمنى ان نجيبه شرط اي خبير هتعرفوا ان القطر ده تم الدفع به بامتياز لهذا الارض وحكاية السواق دي حكاية اسامة عقيل اسامة عقيل برافو عليك او تم تفويت العمل لاحداث خراب كبير والتهمين الاخوان الدليل الست مؤشرف والدليل السؤال بتاع الغشيم مين وقال برايشي انت بيك علاقة باي تنظيمات ولا لا اسنانيو المصح كان معد ان دي عملية ارهابية فشلت لانه في نفس التوقيت كان الناس بتكلم على انه الدنيا بقت مخنوح هو حصل على فشل كبير جدا في قرر شرم الشيخ فشل رهيب جدا يبدو ان محدش وفعله على حكاية التعديلات الدستورية لان انت راح زام السيساء وما بتكلمش عنها والتالي هو خد صفعة مخدش الاوكي لما سيباعة بتقول يقول اخدهم كان يدعموني اي 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 اقصر كده برحب وانهارض نعرضه